السلام عليكم اليوم الرابع عشر من كانون الأول 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء وكانت هناك مجموعة من القرارات والتوجيهات والمناقشات التي أجريت في هذا الاجتماع كانت هناك مزامنة في هذا الاسبوع وتحديداً السبت الماضي للاحتفال بمناسبتين عزيزتين على العراقيين الأولى هو تأسيس الدولة العراقية وذكرى مرور مئة عام على هذا التأسيس متزامناً مع يوم النصري على داعش وهو أيضاً يوم تاريخي في مواجهة الإرهاب في بلدنا وكان هناك احتفال مركزي في قصر الحكومة جرت فيه فعاليات ثقافية وحضره مجموعة غفيرة من الشخصيات الثقافية والحكومية المتنوعة التي شملت الفنانين والشعراء والرياضيين فضلاً عن المسؤولين الحكوميين من جملة التوجيهات التي تكلم عليها سيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان هناك مسائل تتعلق بالوضع الأمني والزيارة التي قام بها إلى قضاء مخمور ثم إلى محافظة البصرة في يوم واحد تابع الأوضاع الأمنية في بلدنا وكانت هناك مجموعة من التوجيهات بهذا الصدد التي تعنى تحديداً بما يلم ببلدنا من بعض الانتهاكات الأمنية أحياناً أيضاً كان هناك توجيه لوزارة الداخلية بمسألة التنافس الذي تقيمه السيارات الخاصة مع سيارات الأجرة هذا وضع طالما أثر على دخول بعض المواطنين من من يعملون في سيارات التكسي تحديداً سيارات الأجرة وليس من القانوني أن ينافسهم في ذلك السيارات الخاصة كان هناك توجيهات بهذا الصدد وتنظيم هذه المسألة فيما يتعلق بوضع دلالات وعلامات على سيارات الأجرة تشير ليس فقط إلى السيارة وإنما إلى معلومات السائق ومعلومات السيارة نفسها كان هناك أيضاً دعم في مسائل الأمنية دعم لوزارة الداخلية أيضاً بتخصيص مبالغ مالية خاصة تدعم قوات الحدود في إقامة بعض التحصينات على الحدود العراقية السورية عملت الحكومة هذه تحديداً وأصدرت مجموعة من القرارات التي تتعلق بتأمين وتحصين هذه الحدود وقد قطعنا فيها شوطاً بعيداً ولم يبق إلا قليل من الحدود التي ما زالت بحاجة إلى تأمين أكبر اليوم اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتخصيص مبالغ مالية لاستكمال هذه المسألة واقعاً لم يتبقى لدينا إلا خمسين كيلومتر غير محصن على طول الحدود العراقية السورية واليوم اتخذ قرار بتحصينها ورصدت لها مبالغ مالية كان هناك أيضاً قرار يتعلق بوزارة التربية وهو أيضاً تخصيص مبالغ مالية تقريباً 2 مليار تحديداً تخصص لمديريات التربية في محافظات المثنى والديوانية وذيقار وميسان وبابل وصلاح الدين تحديداً وتصرف هذه الأموال على تأهيل وصيانة المدارس وشراء بعض المستلزمات الرحلات وغيرها لأن هناك كثير من المدارس ممن تعاني من نقص هذه المستلزمات ومن نقص الصيانة والتأهيل تخذ هذا القرار اليوم وخاصةً نحن في بدء المرحلة الدراسية فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان هناك قرار بأن تتولى وزارة المالية إضافة تخصيصات مالية لتأمين الفرق في رواتب الأجراء اليوميين حقيقة جرى نقاش مستفيض في هذه المسألة لأنها تتعلق بمبالغ مالية هي في الحقيقة مستحقات لهؤلاء الأجراء اليوميين ونقشت هذه المسألة وصوت مجلس الوزراء على دفع هذه الفرقات فيما يتعلق برواتبهم لميزانية سنة 2021 مع مراعاة موازنة 2022 أيضاً فيما يتعلق بهذا الفرق في الرواتب بمعنى أمن مجلس الوزراء دفع هذه الفرقات في الرواتب لهؤلاء الإجراء اليوميين لهذا العام وأيضاً راعة في موازنة 2022 أن تدفع هذه الفرقات في الرواتب كان هناك أيضاً قرار يتعلق بوزارة التجارة حيث خولت هذه الوزارة استخدام السيولة النقدية التي لديها لدفع مستحقات الفلاحين وأيضاً للاستعداد لشراء مزيد من كميات الحنطة وأعتقد هذا قرار مهم في هذه الأيام لدعم الفلاحين والإفاء بدفع مستحقاتهم في وزارة الاتصالات أيضاً كان هناك تخصيصات مالية إضافية لسد تكاليف إنجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية هذا الموضوع يتعلق بخدمات الإنترنت طبعاً المشروع هو موجود أساساً ولكن كانت هناك تخصيصات مالية إضافية لأستكماله أخيراً في وزارة التخطيط عرضت مسألة مهمة تتعلق بالاتفاق الصيني العراقي ومجلس الوزراء ناقش هذا الاتفاق وخلص إلى أن يوافق على إطلاق الصرف للمشاريع الممولة من حساب هذا الاتفاق أعتقد هذه خطوة مهمة اتخذها مجلس الوزراء هذا اليوم في أن يستأنف العمل في هذا الاتفاق وأن يطلق للمشاريع ضمن هذا الاتفاق الأموال اللازمة هذا كل ما ناقشنا هذا اليوم وأشكركم الشكر الجزيل ترجمة نانسي قنقر